بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله أوقاتكم أعزائي الطلبة بكل خيرين وسلام مادتنا الدراسية هي طرق رياضية متنوعة للمرحلة الأولى قسم الرياضيات كلية التربية وبالأخص قاعسي وفق نظام المقررات مدرس مساعد مصطفى عبدالستار صبري فهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة درسنا في المحاضرات السابقة الفصل الأول من المادة وكان موضوعه Mathematical Induction الاستقراء الرياضي أما الفصل الثاني فهو الكمبلكس نمبرز الأعداد المركبة العقدية ودرسنا في تعريف العدد المركب وصيخ كتابة العدد المركب والآن مراجعة سريعة لنكمل لنكمل معا المادة عرفنا مجموعة العداد المركبة والتي رمزناها بالرمز C Capital هي حاصل ضرب ديكارتي لمجموعة العداد الحقيقية في نفسها R في R اللي رح يتكون لزوج مرتب X Y حيث X وال Y ينتمون إلى R وعرفنا مجموعة عرفنا عملية الجمع وفق الأزواج المرتبة واللي كن عندي زوج مرتب X1 Y1 زائد X2 plus X2 Y2 زوجين من الأعداد من الأزواج المرتبة عملية الجمع رح تكون كذلك رح ينتج لزوج مرتب X1 زائد X2 Y1 زائد Y2 نأخذ مثال وليكن عندي الزوج مرتب 2 3 زائد سالة 1 5 رح يكون عندي كذلك مثل ما قلنا زوج مرتب اللي هو 2 زائد ناقص 1 سالب 1 و3 زائد 5 رح ينتج عندي الزوج مرتب 1 8 وكذلك عرفنا عملية الضرب ضرب الأزواج مرتبة X1 Y1 في X2 Y2 رح يكون عندي كذلك كذلك زوج مرتب هالصيغة رح يكون عندي بصيرات دقة X1 في X2 minus ناقص Y1 Y2 والمسقط الثاني رح يكون عندي X1 Y2 زائد Y1 X2 يعني بالمسقط الأول رح يكون الأول في الأول ناقص الثاني في الثاني والمسقط الثاني رح يكون عندي الأول في الثاني الأول بالزوج مرتب الأول في الأنصر الثاني بالزوج مرتب الثاني والثاني بالزوج مرتب الأول في الأنصر الأول في الزوج مرتب الثاني أخذ علي مثال ويكون عندي واحد زوج مرتب واحد اربعة في زوج مرتب اثنين واحد رح ينتج عندي ثم قلنا زوج مرتب اللي هو واحد في اثنين ناقص اربعة في واحد وعندي واحد في واحد زائد اربعة في اثنين رح ينتج عندي ناقص اثنين تسعة ثم نكمل الخصائص الجبرية للعداد المركبة